موسيقى نحييك مع الهواء مباشرة من استوديوهات 218 نيوز في البلاد ما فيش شك وما فيش خلاف اننا نحن قاعدين الان في هذه اللحظات في هالفترة الزمنية في اختبار ليبي تاريخي صعب على مستويات واجدة مستويات كبيرة ومستويات خطيرة قاعدة تهدد في بقاء ليبيا على الخارطة السياسية زي ما نعرفوها او زي ما وعين على الدنيا ونحن نعرفوها ليبيا اللي نعرفوها ناس واجدة تحاول ان هي تلقى صياغ تعرفات توصيفات لطبيعة الصراع في ليبيا من اول ما تشكلت في عهد استقلال وإلى هذه اللحظة لكن الصراع عبر عن نفسه بوضوح بعد فبراير بعد الـ 2011 الناس تقول صراع على الموارد والثروة الناس يقولوا والله هو صراع ايديولوجي وفكري و الناس يقولوا هذا صراع بين قوى سياسية تتبنى في ثورة فبراير و الناس تتبنى في العودة لما قابل فبراير وجهات نظر مختلفة الناس تصف في اللي قاعد يصير الآن بالحرب الاهلية اللي تتداخل فيها كل العناصر اللي تكلمنا عليها لكن الى الآن مفيش حد قال خلينا يا سيدي نرجع ونشوف شكل الأزمة في العمق نتكلم الآن ونحكي عن واجب ثقافي وطني من المفترض أن نتقود النخب لعند فترة قريبة الجميع يقعد منشغل في فهم لحظي للمشكلة ومغير ما يكون فيه أي مشروع جدي يقلب الأرض يشوف التعقيدات الجذرية اللي هي موجودة واللي قادة تشكل في مشهد الأزمة هذا كان الحال إلى أن اجتمعت مجموعة من الأكاديميين والمثقفين قالوا نحن لازم ما نرجعه من جديد ونرتبه فصول القصة من البداية نجمع كل هالقطع اللي تشكل في مشهد الأزمة الاجتماعية السياسية الأمنية اللي بيها نسميها زي ما شئت لجيوا أن أغلب التعقيدات مرتبطة بنقطة مهمة جدا اللي هي الهوية أزمة الهوية نحكو تحديدا على أزمة ثقافية قاعدة في العمق الباقي كل اللي تشوف فيه الآن كل تمظهرات أو أشكال أو انعكاسات للأزمة الثقافية أزمة الهوية قاعدين نعيشوا الآن في حالة تصدع لللي نسمو فيه مرات نسمو فيه ثوابت في زلزال الآن قاعد يسير في المفاهيم والقيم والأفكار اللي نحن قاعدين نتناقل فيهن بالوراثة ببساطة قاعدين نعيشوا في مرحلة مرحلة تغيير زي ما يسمو فيها على كل المستويات عندنا سلسلة أزمات كلها مرتبطة ببعضها أزمة أمنية وسياسية واقتصادية وأزمة ثقة والأهم أزمة هوية ليش أزمة هوية وليش الهوية تحديدا لأنها قضية مرتبطة بمسألة الوحدة الوطنية اللي الجميع قاعد يحكي عليها ولا شك إن البلد ديبيا الآن قاعدة في أخطر وأدق مراحل التغيير اللي يوضع فيها كل شي على المحك كل شي يوضع في اختبارات صعبة وحقيقية والهوية الليبية طبعا هي الأساس اليوم تمر بأصعب الاختبارات الهوية الليبية وأسئلة الهوية من هم نحن الليبيين؟ سؤال مننا المفترض أن الإجابة تكون بسيطة جدا عليه لكن لا الأمور اختلفت تماما اختلفت القصة في من يشكك في مسلمات تاريخية واجدة أو عشان الدقة خلوني نقول يشكك في اللي نحن نعتبر فيه مسلمات لأن الشيء المسلم به ما يكونش مسلم به وما يكونش مطلق إلا لما أنت في لحظة ما تؤمن به وتؤمن إنه هو مسلم به إذن من هم نحن الليبيين؟ شن هو اللي يجمعنا؟ شن هو اللي يربطنا كليبيين؟ وهل يجمعنا فعلا أكثر من اللي يفرجنا؟ أسئلة ما كانتش تطرح ولكن الآن تطرح بقوة وتطرح بجدية في المجتمع هذا كلام الرأي العام في الشارع الليبي وهذه أسئلة محتاجة لإجابات ولا شك أن الأسئلة هذه محتاجة لتفسير محتاجة لفهم طيب الآن شين محتاجين نحن عشان نحلوا هاللغز هذا أو نلقوا إجابات موضوعية إجابات شافية للأسئلة هذه اللي محتاجين لنا الآن في اللحظات هذه وفي المرحلة المعقدة هذه ببساطة وبتعقيد في نفس الوقت هو أننا نرده من جديد ونشوفه ونديره عملية قراءة من جديد وتفكيك وبعدين نديره بناء لعناصر الهوية الوطنية الليبية في الوقت اللي أنت تقدر تحدد فيه عناصر الهوية الليبية اللي تجمعنا كلنا كليبيات وليبيين ممكن تقدر بعدين تجي وتضع طرق وتضع أليات لقضية المصالحة الوطنية والتعايش بين كل المكونات الليبية الاجتماعية وأيضا العرقية إذن الحلقة الأساسية الآن في سلسلة الأزمات الليبية التي تكلمنا عليها هي حلقة الهوية الليبية سؤال وشاغل حاولوا مجموعة من المثقفين والأكاديميين الليبيين إنهم يجبوا عليه بطريقة استثنائية بطريقة جديدة ولأول مرة خلق مشروع كتاب الهوية الليبية مقاربات متعددة التخصصات مشروع خلق في الوقت اللي خلق فيه سؤال الهوية على لسان كل واحد فينا في ليبيا سواء بوعي أو من غير وعي كتاب الهوية الليبية الأبعاد والمقومات مقاربات متعددة التخصصات هو مشروع طبعا بالتعاون مع مؤسساء هولندية للقانون والحوكمة نتكلمه والمجتمع أيضا جامعة ليدن اللي هي من أقدم وأهم وأعرق جامعات هولندر لكن قبل ما نحكي لكم شوية أو نلخص شوي أهم العنوين العريضة اللي موجودة في كتاب الهوية الليبية قبل ما نعرفكم أيضا على المشاركين في صناعته في حاجات لازم نوضحوهم في نقاط نشوف أنه لازم نحن نوضحوهم عشان يكون عند الجميع صورة صافية عن مشروع الكتاب كيف صورة صافية؟ يعني صورة من غير أحكام مسبقة ما هو نحن عاد مرات أو دائما مش مرات دي ما عندنا أحكام مسبقة على كل شيء وأي شيء بل كيكون هذا يسيدي جزء أيضا من خصائص الهوية الليبية الله أعلم على كل حال كتاب الهوية الليبية زي ما تشوفوا فيه الآن مشروع بالتعاون زي ما ذكرنا مع مؤسسة هولندية القانون والحوكمة والمجتمع جامعة ليدن في هولندا أول نقطة مهمة ونقطة جوهرية المؤسسة هذه مؤسسة الهولندية هذه ما تدخلتش أبدا في سير أي شيء بالنسبة لمشروع كتاب الهوية الليبية دعمها كان فقط دعم مادي مقتصر على الدعم المادي فقط وبعيد عن طبعا عن نظرية المؤامرة راه نشر المعرفة والتواصل والتعاون في إحياء قيم تداول ونشر المعرفة هذا كله مهوش مؤامرة عشان اللي دي ما عنده تحسس من أي شيء أجنب نقول له والسعبالك وهدي اللعب نحن الآن عايشين على كرة أرضية وحدة فيها شعوب وثقافات وقوميات وأديان وإيديولوجيات مختلفة كلها مرة تتكون متنافرة مش دائما متناغمة لكن العالم الجديد الآن وإنسان العصر الجديد قادر أنه يذيبها الاختلافات الثقافية والفكرية هذه في مساحة التعايش والفهم ونشر المعرفة مشروع الكتاب كتاب الهوية الليبية كانت قدام تحديات استثنائية ومعقدة أهمهم وعلى رأسهم الظروف الأمنية في ليبيا بالكامل وعلى جغرافيا ليبيا بالكامل وبسبب الظروف الأمنية هذه ما يقدرش الفريق فريق الأساتذة والأكاديميين أنهم يديروا استطلاعات رأي طبيعي أنك أنت ما تقدرش تدير استطلاعات رأي في ظرف أمني وفي انقسام سياسي وأمني إلى آخره استعادوا عن المسألة هذه كلها بالليسموا فيها فوكس جروب أو جماعات التركيز مجموعات التركيز والتفكير سلسل اتقاءات طويلة معمقة لكل شخص وكل من له علاقة في المجتمع ويكون فاعل في المجتمع بمعنى أنه تم التواصل مع قطاعات الشعب اللي بفاعلة وفي نقطة مهمة أخرى لها علاقة بالروافد متاع التقرير النهائي الموجودة في الكتاب وهي قاعدة البيانات التشريعية وهذه نقطة مهمة جدا قاعدة البيانات التشريعية كيف؟ بمعنى أن التقرير اعتمد على كل اللوائح والقوانين المرتبطة بمسألة الهوية أو اللي تمس أي جزئية لا علاقة بالهوية كل التشريعات والقوانين عدي من سنة 1951 إلى هذه اللحظة المباركة من أول يوم نالت فيه ليبيا استقلالها ككيان سياسي ودولة مستقلة بحدودها الجغرافية والسياسية إلى هذه اللحظة كل التشريعات والقوانين جزئيات أخرى عشان ما ننسهنش وندخل في تفاصيل الموضوع وحاجة تواجدة مرة ننسوها كل الأسماء المشاركة اللي حنستعرضها الآن أكاديميين ومثقفين ما لمش علاقة بالشأن السياسي لا من قريب ولا من بعيد بل أنهم دائما يشددوا في كل مناسبة على قضية لاعتصام بأكاديميتهم ضد الضغط لاستقطاب السياسي اللي نشوفوا فيه الآن بين جوسين وبالليبي ما عندها مش حسابات سياسية زي ما نعرفوها عليهم إذن الشيء الآخر في ناس مرات ما يكونوش دقيقين واجد ولا خطوا شوي في تفاصيل معينة أو يخلطوا بين شيئين بين مركز البحوث والاستشارات اللي موجود في بنغازي وبين مركز دراسات القانون والمجتمع هذا مشروع ما لاش علاقة بمركز البحوث والاستشارات عشان الأمور تكون دقيقة ونحن قاعدين نتكلم على مشروع مهم جدا نتكلم هنا عن شيء آخر تماما مركز دراسات القانون والمجتمع والمجتمع من يرأس مركز دراسات القانون والمجتمع يرأس الدكتور الشاب طبعا إسليمان إبراهيم الدكتور إسليمان إبراهيم هو اللي يرأس مركز دراسات القانون والمجتمع إذن نحن الآن وهذا هذه نتيجة أو انطباع حتقولها مباشرة أول ما تطلع على الكتاب نحن قدام عمل غير مسبوق في مسئلة الحراك الثقافي الوطني الليبي ليش لأنه عمل جدي مهموم بسؤال الهوية الهدف تتساءل تقول كتاب لهوية يا سيدي شن الهدف الهدف مجموعة أهدف لكن خلونا نحكي لكم شوي على الهدف العام والهدف اللي هو ضروري جدا ومهم جدا لأي نظام سياسي ربما يجي لليبي بعدين الهدف أن نتكون عندنا قاعدة معرفية قاعدة موضوعية هذا هدف مهم وأن ننطرغ كل الاستقبابات المجتمعية من الشحن شحنة العاطفية أو الشحنة السياسية بحيث يكون عند صاحب القرار أو السياسي والناس اللي هي توصل لسدة القرار أن هي تتخذ قرار مستنير بالليبي أن يكون صاحب القرار السياسي عارف بلاده كويس عارف بلده عارف مجتمعه وعارف بالضبط الأرضية اللي هو واقف عليها عشان صناع القرار عاد بعدي نقدره يهندسوا المصالح الجزئية للناس والأحزاب والمجموعات يهندسوا في مساحة مصلحة وطنية جامعة تكون أرضية صلبة لبناء أي شيء أبدأ من الاتفاقات السياسية وصولا إلى الديمقراطية خلونا نختصر الوقت وناخذ فكرة عن المشاركين في المشروع لو ناخذ أول مشارك في المشروع مشروع الكتاب حنلقوا عندنا الأستاذ سالم العوكلي الشاعر المثقف والكاتب الأستاذ سالم العوكلي اللي شارك ببحث وبورقة مهمة جدا تحت عنوان جدل الثقافة والهوية في ليبيا أستاذ سالم العوكلي طبعا تكلم على نقاط مهمة جدا اللي خاصل كان فيه دقيقة العنوين العريضة اللي تكلم عنه سالم العوكلي في كتاب الهوية وضع محور خصائص الثقافة ومحور لخصائص الهوية لأنه التمييز الموضوعي بين الأشياء أيضا مهم ومحور اللي سماه حلقات الهوية الثقافية وضع العوكلي ودار أسئلة مهمة عن التعدد الثقافي وهل هو واقع تاريخي وجغرافي حقيقي في ليبيا أو لا أيضا ركز على الخصائص أو الميزات الثقافية الأقليم وعطا عليهم أمثلة مهمة المحور الآخر والنمان العريض المهم في دراس العوكلي هو الأداب المدونة وسؤال الهوية اتطرق ومر على التغيرات الزمنية التاريخية في مسألة فبراير تحديدا وتحديدا ما بعد فبراير نتكلم وبعد 2011 ولكن واختصارا للزمن البحث نتاع العوكلي في نهاية في الخاتمة في ورقة العوكلي وفي شرحة وفي إدلاء أبدالو وفي مسألة الثقافية يسأل في سؤال خطير جدا سلم العوكلي يسأل في سؤال خطير طبعا هذا ترخيص سريع واجتزائي مني يقدر أي حد يرجع لموقع دراسات القانون والمجتمع ويطلع على الكتاب بالتفصيل بالمناسبة الكتاب موجود أيضا في مركز دراسات قانون والمجتمع ونسخ ورقية متوفرة للجميع سؤال الأستاذ سلم العوكلي السؤال الخطير يقول هل أصبحت؟ هل تمت الهوية؟ وهم نحن ما نشم ما نشمحتجين لنا حتى نتكلم عليه؟ هل في حاجة للهوية أصلا؟ طبعا هذا سؤال مستقبلي سؤال خطير ليش خطير؟ لأنه قائم على معطيات الحاضر قائم على واقع العولمة اللي هو خلق نموذج لشكل هوية كونية إنسانية جامعة خصوصا أهو نحن عندنا أمثلة كشباب ليبيين نستخدمه في الإنترنت والتكنولوجيا والموبايل وكل شيء ومواقع التواصل الاجتماعي قاعدين الآن كلنا في حالة ارتباط مع أقراننا عالميا وعولميا من خلال أدوات العولمة والتكنولوجيا هذا واقع نعيش فيه إضافة طبعا وهذه يذكر فيها العوكلي في سياق إجابة عن السؤال هذا مسئلة الاتجاهات العلمية اللي قادة تقترح في فهم مختلف تماما لموضوع الهوية من خلال البصمة الوراثية المعروفة وتحليلات الدي ان اي اللي قلبت كل مفاهيم الهوية قلبتها بالكامل إذن هذا تنخيص بسيط واجتزائي لمشاركة الأستاذ سالم العوكلي في كتاب الهوية الليبية ننتقل للأستاذ الكاتب والقاس أحمد يوسف عقيلة مشاركة القاس المثقف والكاتب أحمد عقيلة طبعا جد تحت عنوان الشخصية الليبية من خلال الأمثلة الشعبية وهذه مشوقة جدا لما تكلم عن الأمثلة الشعبية نشوف في الجزئية هذه الكاتب أحمد يوسف عقيلة أن الأمثال الشعبية أو خلونا نقوله المنتج الشفهي في الأمثال والشعر والحكم زي المراية تجد في المجمل المنتج هذا زي المراية اللي هي تعكس في معرفة جامعة وتعكس في منظومة تفسيرات وفهم نشتركه فيها كشعب واحد أو كمجتمع واحد هذه اللي باني عليها مشاركة أحمد يوسف عقيلة طبعا نفصل في مسألة الأمثال وجايب حتى التناقض في الأمثال وأسباب التناقض والمهم طبعا أنه هو دير إعادة قراءة للشخصية الليبية من خلال التراث وهنا طبعا لو نطلع شوية ونحن ما زلنا في أحمد يوسف عقيلة لو نطلع شوية من الكتاب ومن شغل الأستاذ أحمد عقيلة هذه تخليك تفكر أننا نحن الآن أغلبنا نحن اللي ننتمو للثقافة العربية مرات تقول والله كلنا شخصيات تراثية بالمعنى هذا بمعنى أننا نحن ديما ندوروا وديما نشوفوا في مركز القيم والأخلاق قضوا ونلفوا عليه والثوابت اللي حددتها الثقافة العربية الأسلامية في لحظة معينة في التاريخ حتى أفكار ديما نعيدوا في إنتاجها بشكل تاريخي حتى في الأشياء السهلة تجدها في الأشياء السهلة وتجدها في الحوارات اليومية والحديث اليومي العام ديما عندنا مشكلة عادة استدعاء الحكم والأمثال بالمرات ندرش حتى نتكلموا في أي موضوع أو أي قضية من غير نحاول نجيبوا مثل يدير زي المقاربة اللي يسهل في عملية القصد والفهم على كل حال عودة الموضوع وأحمد يوسف عقيلة طبعا جايب خصائص الشخصية الليبية في التراث الليبي منها مسألة الارتياب في الشراكة منها الوضوح في التعامل منها عدم المبادرة يبدو أنه هو من خصائص الشخصية التراثية الليبية التجاوز عن الأخطاء التسامح إلى آخره هذين كلها تفاصيل جايب من الأستاذ أحمد يوسف عقيلة نمشوا لإسم آخر بعد الأستاذ أحمد يوسف عقيلة اسم مهم جدا أيضا نمشوا للدكتور نجيب لحصادي أستاذ الفلسفة الكاتب والأكاديمي اللي دائما زي ما نعرفوه مهموم بإسقاط الجدار الفاصل بين الأكاديمي وبين المثقف وطبعا غني عن التعريف بطبيعة الحال الدكتور نجيب لحصادي مشاركة الدكتور نجيب وبحثه جد تحت عنوان ليبيا إلى أين حضوظ الليبيين في إنجاز مصالحة وطنية وبناء دولة حديثة يبدأ بنا الدكتور نجيب لحصادي بمسألة ضبط المفاهيم ضبط المفاهيم وإعادة إعادة القراءة والتعريف في مسألة الهوية طبعا هذا كله بشكل مفصل جدا يمر بنا أيضا باب مهم باب الاحترازات المنهجية في دراسته في بحث الدكتور نجيب لحصادي وأيضا يمر على شيء مهم الشخصية البدوية وهذا باب مهم جدا ومثير محور آخر ومحور مهم يمر به الدكتور نجيب هو نظرتنا للآخر نظرة الليبي للآخر والأهم طبعا دور القانون في مسألة المصالحة الوطنية وبناء الدولة بعدين ننتقلوا نطلعوا من الدكتور نجيب لحصادي ننتقلوا لإسمين مهمين جدا في كتاب الهوية الليبية أسماء مهمة جدا هو واحد من المشاركين عندنا الأستاذ علي بوراس الأستاذ علي بوراس اللي يسموا فيه أرشيف التشريعات الليبية مشهور بهذا الاسم مشاركة الأستاذ علي بوراس طبعا جات بمشاركة أيضا الأستاذ ضو مفتاح بغرارة الأستاذ الذين يشاركوا في بحث في كتاب الهوية الليبية مشاركة جد تحت عنوان قراءة لدور الدين في تشكيل الهوية الليبية وهذه نقطة حساسة جدا وديما الحديث عنها يدير في جدل كبير الأستاذ الذين يفصلوا في الموضوع من خلال عنوان عريضة مهمة جدا تبدأ بمفهوم الهوية في الفقه الإسلامي يعادة شرح وتفصيل ويعادة قراءة وتفكيك وهذه الجزئية فيها تفصيل دقيق وصعب بكل أمانة أنك أنت تجتزئها أو تقتصرها لأن المعنى مرات مرة تتأثر مرة تضيع لذلك مغامر نش باختصار البحث اللي قدموه الأستاذ الذين ينتقل البحث والدراسة لنقطة مهمة جدا عنوان مهم آخر اللي هو البعد التاريخي لدور الدين وتشكيل الهوية الليبية ينتقل الأستاذ ذو بغرارة والأستاذ علي براس لتحدي كبير جدا وتحدي مهم جدا في بحثهم تحدي كبير فعلا اللي هو مسئلة دور الدين في تشكيل الهوية الليبية ونحن ما زلنا قاعدين في النقاط الحساسة والمعقدة عندنا أيضا نحاول نختصر الزمن عندنا مشاركة أخرى مهمة جدا وهي أيضا مشاركة مهمة للأستاذ الأستاذ الدكتور عبدالله إبراهيم في جامعة بنغازي مشاركة الأستاذ عبدالله إبراهيم جد تحت عنوان الدور التاريخي لتعزيز الهوية والوحدة الوطنية يعني يمر على نقاط ويفصل في عنوين عريضة مهمة منها أثر الإسلام في بلورة الهوية الليبية الدور الاجتماعي والثقافي للحركة السنوسية في بلورة انتماء وطني ويمشي أيضا للتاريخ الأقدم أستاذ عبدالله إبراهيم تحت عنوان سمات الهوية والتعبير عن المشاعر الوطنية في أواخر العهد العثماني مرحلة تاريخية أيضا مهمة جدا يمر عليها الأستاذ عبدالله إبراهيم هي تحدي الاحتلال الإيطالي للهوية والوحدة الوطنية وهذه نقطة مهمة جدا وأيضا عندنا عنوان عريض يفصل فيه اللي هو أثر الخلافات والانقسامات ومسار الدفاع عن الوحدة الوطنية والمفصل التاريخي طبعا ليتعرض للأستاذ عبدالله إبراهيم محور مخاض الاستقلال وتحقيق الوحدة الوطنية خلال من عام 1943 إلى 1951 وأيضا عندنا سماك الهوية الوطنية لما تكلموا في العهد الملكي عندنا أيضا لو نمشو للأستاذ محمود أحمد بصوة الأستاذ محمود نقطة مهمة يتكلم عليها الأستاذ محمود مشاركتها طبعا كانت جت كنوع من التنقيب عملية تنقيب تاريخية شغوفة تحت عنوان حفريات في جذور الهوية الليبية طبعا من أهم العنوين العريضة ضرح الأستاذ محمود بصوة وتعرض لمسألة تاريخية بشكل أدق نقوله تاريخانية تحديدا زي ما هو وصفها تشكل في الهوية الوطنية من التجانس إلى التناغم يمر أيضا على ثنائية السحل والصحراء ويمر بمحور مهم هو تراب وطني واحد وكيانات سياسية متعددة ويفصل أيضا فيها بإسهاب مهم جدا لو ننتقلوا لمشاركة مهمة جدا في كتاب الهوية الليبية مع المستاذ محمد عبد الجليل بسنينة اللي تشوفوا فيه الآن على الصورة تحديدا أستاذ محمد بسنينة أستاذ الاقتصاد في جامعة بنغازي مشاركة جد تحت عنوان دور الاقتصاد في الهوية الوطنية يتعرض دكتور محمد بسنينة لنقطة مهمة جدا دور الاقتصاد في تشكيل وتكوين هوية وطنية في ليبيا وهذه طبعا هذه تخريجة مهمة جدا لما تكلم الآن في بلد زي ليبيا البحث فظره قاعد يجي ويشمل في ثلاث موضوعات مهمة جدا رئيسية عندك هوية الاقتصاد الليبي وعندك دور الثقافة الرائعية في تشكيل الشخصية الليبية الثقافة الرائعية بمعنى اعتمادنا على النفط وعلى دخل واحد وعلى مورد طبيعي تنتج فيه البلد بالصدفة وبالحظ وعندنا أيضا التهميش الاقتصادي دور التهميش الاقتصادي في عرقلة المصالحة الوطنية بتشوف البحث الآن والكتاب دائما مركز على مسألة المصالحة الوطنية والهوية عنوين ومواضيع راهوا أول مرة ينحك فيهن بهذا الشكل بهذا الوضوح لأنك انت راهوا قدام أزمات قدام مشاكل لابد أنك انت تطرحها بكل وضوح بلغة الأرقام وبالعلم وبالاقتصاد يعطينا الأستاذ محمد بسنينا بعد آخر مسكوت عننا تماما في مسألة الهوية الليبية وتشكيل الشخصية الليبية لو ننتقلوا لباحث آخر مهم في كتاب الهوية الليبية وانا نستعرض في معاكم على عجل نمشوا للأستاذ منصور البابور الدكتور منصور أستاذ الجغرافية في جامعة بنغازي البحث جاء تحت عنوان دور الجغرافية في بلورة الهوية الوطنية هل تتخيل الآن في يوم من الأيام أن الجغرافية ممكن يكون لها دور فعال ورئيسي في تشكيل الهوية الوطنية الليبية الشيء العجيب هذا يجيب عليه بحث الأستاذ منصور البابور اللي قاعد يعطي ويغطي جزء مسكوت عنه في قضية الهوية الليبية وفي تشكلها وأزمتها ولكن هالمرة من باب الجغرافية هتشوف في الدراسة أو البحث بتاع الأستاذ منصور البابور مكون الهوية الليبية من وجهة نظر الجغرافية هوية المكان بحث شيء جدا ومثير ويعطينا فكرة عن تشكل الهوية الليبية من زاوية نظر أول مرة نشوفها على الأقل على مستوى شخصي أول مرة تمر علينا عنوين عارضة مهمة منها أيضا مسئلة المجتمع المتنقل وبنية النظام الحضري قد يكون لها تفاصيل دقيقة تدرس في مسئلة الهوية الليبية في العمق وبتفرعاتها الجذرية والتاريخية والحافرات عندنا بعدين وأخر شيء مشاركة مع الأستاذة أمال العبيدي الدكتورة أمال اللي جاء بحثها وجد دراستها تحت عنوان التنشئة السياسية والهوية الوطنية في ليبيا أيضا هذا جانب مهم جدا في قضية تشكل الهوية الوطنية خصوصا وأن الأستاذة أمال العبيدي تكلم وتحكي عن أهم قضية اللي هي مسئلة التنشئة شيء دقيق وتراكمي ومعقد تمر الدراسة على طبعا مفهوم الهوية الوطنية علاقتها بالمفاهيم الأخرى وارتباطها بالمفاهيم الأخرى وتقييم دور قنوات التنشئة السياسية في تشكيل هوية وطنية في ليبيا وفي تعزيزها عندك النظام التعليمي وعندك وسائل الإعلام عنصرين رئيسيات جدا تكلمت عليهم الأستاذة أمال العبيدي إذن كان تلخيص وجيز جدا لكتاب من 243 صفحة ومن موجود فكري وثقافي ووطني مهم جدا جاء في مرحلة معقدة كتاب الهوية وللتذكير من جديد الكتاب موجود في مركز دراسات قانون المجتمع أول ما تفتح صفحات الكتاب وتبدأ تشوف فيه وتطالع فيه حتى تغير نظرتك لأشياء واجدة منها مسئلة الهوية ويبدأ يتكون عندك فهم أوسع لقضايا واجدة لما نسأله من هم نحن الليبيين شن هو اللي يجمعنا كيف ماشي الأمور تاريخيا شنو اللي قعد الآن في هذه اللحظات يكون في إطار يجمعنا نحن كلنا كليبيين أسئلة حتى جد إجاباتها في الكتاب الهوية اشتركوا في القناة